تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايت بومبيو قال فيها أن الحرس الثوري الإيراني ضالع في تمويل الإرهاب صحيح هذه التصريحات كانت اليوم من واشنطن قال أن الحرس الثوري ضالع في خطط غير مشروع لتمويل أنشطته الإرهابية والخبيثة في المنطقة من خلال تمويل ميليشيات الحجد الشعبي أيضا ميليشيات حزب الله وميليشيات الحوثي في اليمن أيضا بومبيو أضاف أن إيران تظهرت فشل متعمد في معالجة أوجه القصور المرتبطة بغسل الأموال مكافحة الإرهاب طبعا ونبه أن بومبيو الشركات على مستوى أنحاء العالم بأن تتوخل الحذر لتجنب تمويل أنشطة إيران من خلال التعامل مع الشركات الإيرانية أو مع النظام الإيراني لأن هذا الأمر يصب بشكل غير مباشر في تمويل أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة على حسب تعبيرات بومبيو